هناك محاولات لتغيير هذا العرف السياسي باعتبار هناك صراع إرادات وهناك فرضاً لإرادة اتجاه إرادات أخرى ولكن إذا ما حدث ذلك فيما يتعلق بفرض مثلاً السيد محمود المشداني بالرغم من أن الأغلبية السنية تدعم مرشحاً آخر هذا يؤدي إلى فرض ما يسمى بإتلاف إدارة الدولة بمعنى هذه المسألة أيضاً الكثير من الكتل داخل الإطار التنسيقي متوجسة ومتخوفة من موضوع كسر الإرادات أنا تكلمت عن موضوع الضبابية والغموض في موضوع المرشح جرت العادة فيما سبق كان عملية الترشيح يتم الإعلان عنها يتم الإعلان عنها بالاسم أن مرشحنا الوحيد الفلان الفلان ولكن لغاية هذه اللحظة هناك غموض وهذا الغموض حقيقة يرتبط إلى أزمة الثقة الكبيرة ما بين حزب تقدم والإطار التنسيقي من جهة لا يوجد هناك تفاهمات حقيقية واضحة وهذا واضح من خلال التصريحات المتبادلة أعتقد أن عملية المضي باختيار رئيس مجلس النواب الجميع يطمح إلى الاختيار بأسرع وقت ممكن لكن عندما تتحدث عن وجود عدم تيقى دكتور طارق هذا يعني بأن جلسة السبت المقبل ستفشل أيضاً هناك احتمالان في موضوع جلسة يوم السبت احتمال الأول هو عدم تحقيق النصاب والاحتمال الثاني هو الذهاب في سياسة الأمر الواقع واختيار السيد محمود المشداني هناك اختياران يعني أعتقد هذا الموضوع هو الذي يلوح في الأفق باعتبار أن هناك بسبب أزمة الثقة والصراع الموجود ما بين الكتر السياسية هو الذي يدعم هذان الخياران لكن هذا الخيار الدكتور طارق الذي تتحدث عنه ربما سيخلق أزمة أو أزمة ثقة سياسية جديدة ربما ستمتد إلى صراع على السلطة وربما يتغير الواقع السياسي بشكل كامل نعم السبب في ذلك الأخ الكريم أن الخلاف بالوقت الحاضر لا يدور حول اسم معين ولكن الخلاف يدور هل نختار شخصية قوية أم شخصية ضعيفة هذا الموضوع بحد ذاته باعتبار هناك رغبة من قبل الكتر السياسية أن يتم اختيار شخصية ليس الشخصية قوية لكي يتم السيطرة على القرارات ويتم فرض الإرادات وهناك رأي آخر مقابل ذلك بضرورة اختيار شخصية قوية لتقوية مجلس النواب وتقوية السلطة التشريعية الصراع الحقيقي بالوقت الحاضر أحول طبيعة الشخصية هل شخصية قوية أم شخصية ضعيفة هذا بحد ذاته أيضا تدرسه الكتر السياسية باعتبار أن هناك من يذهب إلى اختيار بعض الشخصيات التي قد تكون شخصية توافقية شخصية تحاول أن تمازج ما بين الأفكار وليس لها أي مشاكل تذكر مع الكتر السياسية باعتبار أن الإطار التنسيق بالوقت الحاضر يمتلك الأغلبية ويستطيع في تحالفه مع الاتحاد الكردستاني لتمرير أي رئيس وزراء وفق سياسة الأمر الواقع ولكن أنا متأكد أن هذا الموضوع والذهاب به سوف يصطدم بعقبات كبيرة لها بداية وليس لها نهاية من أبرز العقبات الكبيرة سوف يصطف تقدم وجمهور تقدم مع التيار الصدري للمطالبة بانتخابات مبكرة وإذا ما كان الحديث عن انتخابات مبكرة في عام 2025 في حالة كسر صراع الإرادات سوف يتم الحديث عن انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر القادمة هذا ما أتوقعه وبالتالي الكتر السياسية بالوقت الحاضر هي مترقبة وأعتقد أن دائما في إطار اختيار الشخصيات المهمة لرئيس ملسي النواب أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية دائما ما تحسم في الساعات القريبة من التصويت حتى وإن كان هناك حديث عن مرشح سين ومرشح صاد بسبب صراع الإرادات الكبير سوف يضطر الجميع لاختيار شخصية توافقية والذهاب بعيدا عن الأسماء التي ذكرناها قبل قليل هذا الموضوع قد يحسم قبل ساعة من التصويت وقد يتم تمديد جلسة ملسي النواب من الثالثة عصرا إلى السادسة أو السابع مسان وهذا ما جرت عليه العادة في اختيار جميع الشخصيات المهمة في دورات السابع ترجمة نانسي قنقر